نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسدين ومحرك الفتن فيه وجل دين هنتكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون 1901 هو أول مرة يظهر في التاريخ البروتوكولات في شكل مقالات صحفية اتنشرت في صحف كتير في روسيا وهنحكي حكاية المقالات وظهرت إزاي بس من ساعة ما ظهرت بروتوكولات حكماء صهيون للعالم ونظرية المؤامرة بقت عنصر أساسي في كل حاجة في الحياة مجموعة المقالات اللي اتنشر السنة 1901 كانت عبارة عن مقالات مستقلة في كل مقالة بتشرح بروتوكول من بروتوكولات حكماء صهيون وإزاي اليهود أو الصحينة هيتحكموا في العالم في كل التفاصيل طبعا المفروض إن ما كانتش المقالات دي اتنشر لكن المخابرات الروسية بتقول إن واحد من المخابرات الإنجليزية لقى المقالات دي وهما بيفتشوا في بيوت ناس يهود كتير جدا الموضوع بدأ من روسيا ما بين 1901 ل1903 كانت المقالات دي بتنتشر بقوة جدا في المجتمع الروسي وبعدها بدأت تنتشر في المجتمع الأوروبي وبدأ العالم كله يسمع عن فكرة البروتوكولات اللي بتتحكم في العالم كانت قوة اليهود في فترة ظهور البروتوكولات للنور ما تتعداش غير إنهم مسيطرين على عنصر التجارة فقط وبالمناسبة يتعمل تحقيق كبير علشان يعرفوا البروتوكولات دي ظهرت منين ومين كتبها ومين ألفها والحقيقة إنه ما كانش فيه أي إجابة على الموضوع ده لإنه فعليا مفيش مؤلف حقيقي لبروتوكولات حكماء صهيون وأول ظهور للبروتوكولات دي كانت باللغة الروسية ويقال إنه تم تأليف جميع البروتوكولات بالكامل في فرنسا من خلال واحد من أهم زباط المخابرات الروس اللي كان عايز يرسخ في فكر كتير جدا من الدول إن اليهود أو الصحيطة ملهمش أي أمان وإنه كل أفكارهم وأحلامهم تتمثل في السيطرة على العالم من خلال البروتوكولات دي وبعض ظهور البروتوكولات دي في شكل مقالات منفصلة زي ما قلت بدأت تتجمع في كتاب واحد من 24 جزء 24 بروتوكول اللي موجودين جوه كتاب بروتوكولات حكماء صهيون والبروتوكولات دي عبارة عن بروتوكولات تحكم في العالم كله من خلال تغيير مفاهيم كتير جدا جوه كل مجتمع يعني إن أنا أبدأ أحلل لك الحرام أو إن نبدأ أخليك كمجتمع مضحفظ إنك تبدأ تنادي بحرية أو تنادي بمفهوم مختلف من الحرية هو أصلا ضد المجتمع أو ضد العقيدة بتاعتك لكن الهدف في الآخر هو أنا إزاي أعرف أسيطر على العالم وحقق كل أهدافي 1920 البروتوكولات دي بدأت تظهر في نسختها العربية بدأت تترجم من لغات كتير للغة العربية ومن التاريخ ده بقت البروتوكولات هي العنصر الرئيسي في نظرية المؤامرة في العالم العربي كله أي حاجة بتحصل في العالم العربي من التاريخ ده على طول تم نسبها لبروتوكولات حكماء صهيون وعلى طول اتقال إن ده تدخل يهودي أو صهيوني في المجتمع الإعلام كان له دور كبير جدا في انتشار بروتوكولات حكماء صهيون الإعلام خلى اليهود والصهينة أقوية جدا وإن هما بقدروا يتحكموا في أي حاجة في العالم وإن أي حاجة بتحصل في العالم هي عبارة عن خطة محكمة حطاها اليهود وبتتنفس بدقة شديدة جدا من خلال بروتوكولات حكماء صهيون فدور الإعلام هنا إن هو خلق قوة مش حقيقية للمجتمع اليهودي النقطة التانية إن زي ما بروتوكولات حكماء صهيون فادت اليهود هي ضرتهم جدا لإن بقى أي حدث بيحصل في العالم يتصنف إن حدث سيء كان على طول بيتم نسب الحدث ده لليهود ولبروتوكولات حكماء صهيون لكن الحقيقة إن كتير جدا من المتخصصين في دراسة المجتمع الصهيوني وتاريخ الصهيونية وكان من أهمهم دكتور عبدالوهاب المسيري اللي أكد إن كتاب بروتوكولات حكماء صهيون ما هو إلا كتبة كبيرة جدا اقتنع بيها وعاش فيها مجتمعات كتير وبيتقال إن البروتوكولات دي من تأليف المخابرات الروسية وهي اللي ألفت البروتوكولات دي من خلال بعض الأفكار أو بعض الأشخاص اللي كانوا عايشين في وسط المجتمع اليهودي وعارفين المجتمع اليهودي ممكن يفكر إزاي وممكن يستخدم اللغة بتاعته في الكتابة إزاي علشان يضمنوا إن العالم كله ينفر من التعامل مع اليهود ويظهر للعالم إن اليهود أو الصهاينة ليهم وجهة آخر خفي سيئ جدا هدفه السيطرة على العالم وفعلا بسبب بروتوكولات حكماء صهيون وظهوره دول كتير جدا اضطهدت اليهود وما كانتش حبة أصلا وجودهم على أرضها والحقيقة التانية إن البروتوكولات دي متألفة مش بشكل عشوائي لإن مفيش حد في المجتمع الصهيوني أكد على إن البروتوكولات دي صحيحة أو غير صحيحة محدش نفاها ومحدش أكدها إلا إن دورها الرئيسي في المجتمعات العربية إنها حولت معظم المجتمعات العربية لما فعول به ومش فاعل إحنا كمجتمعات عربية بننسب أي حاجة تحصل في المجتمع السيئة على طول بروتوكولات حكماء صهيون أي تصرف خاطئ في التعليم في الدين في العلم في أي حاجة هتنسبها على طول بروتوكولات حكماء صهيون لو ما قردش كتاب بروتوكولات حكماء صهيون تقدر تقرأ على مهلك سواء في أي نسخة عربية موجودة في كل المكتبات عادي أو عن طريق إن انت تشوف الكتاب على الإنترنت كتاب متوفر وموجود وأي حد يقدر يجيبه السلام عليكم